حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية وتركزت في معظمها في مدينة رامالله وقرها أكثر من عشرين فلسطينيين اعتقلوا فيما وصل جنود الاحتلال حملتهم بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة عفرة بلدة سلواد إلى الشرق من رامالله كان لها نصيبها من الاقتحامات التي طاولت بعض منازل المواطنين ومحلهم التجارية وصدرت كاميرات للمراقبة المحلية كما هي الحال في بلدة بيرزيت وسردة وحي الإرسال في رامالله اتفاجأنا بكوات كبيرة من الجيش اقتحموا البيت طبعا كان معهم معدات كبيرة على أساس موضوع فتحوا كل الأبواب بالكوة وبينما طالب قادة المستوطنين في الضفة الغربية جيشهم بالرد على عملية عفرة وشني حملات ضد الفلسطينيين حمل قادة من الفصائل والقوى الفلسطينية إسرائيلة مسؤولية مثل هذه العمليات بسبب استمرار الاحتلال واعتدائته على الفلسطينيين يجب أن يفهموا أن المقاومة موجودة بسبب وجود الاستيطان وبسبب وجود الاحتلال وبسبب وجود الظلم ونظام الأبرتايد العنصري هذه التهديدات لن تخيفنا كفلسطينيين ولن تؤثر في عزمنا ولا عزمتنا الشعب الفلسطيني يعبر كل يوم عبر شتى أشكال المقاومة بما فيها هذه العملية الأخيرة بأن درب المقاومة هو الدرب الذي يؤمن به الشعب الفلسطيني عملية عفرة التي أدت إلى سبع إصابات في صفوف المستوطنين تعد الثانية التي لم تتمكن فيها قوات الاحتلال من اعتقال المنفذ بعد عملية بركان ومنفذها أشرف نعالوي رسالة عملية عفرة وغيرها من عمليات المقاومة الفلسطينية واضحة بأنه لن يكون هناك هدوء أو سلام طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثما على أرضهم يسلبهم حريتهم ووطنهم نسر سلمي رام الله الميدين